الحضارة العربية وشعوبها لديها بعض القصص والأساطير الأكثر تنوعا وجمالا من بين العديد من قصص الأساطير حول العالم بعضا من تلك الأساطير انتقلت شفهيا من جيل إلى جيل على مدى آلاف السنين في حين أن بعضها كان معروفا تماما وأخذ دور القصص الخيالية الشاسعة بين العرب إلا أن الكثير منها ما زال يعتقد بأنه حدث بالفعل في مكان وزمان ما من ما جعل تلك الحكايات والأساطير أكثر إثارة في أي وقت مضى بعض الأساطير كانت قبل ظهور الإسلام وجاء بعضها بعد انتشار الإسلام واحدة من أشهر الحكايات الشعبية من الجزيرة العربية ومن أساطير العرب بعد الإسلام كانت قصة علاء الدين التي استولت على خيال الأطفال والكبار في شتى بقاع العالم فقصة علاء الدين والمصباح السحري هي جزء من مجموعة من الأساطير في كتاب ألف ليلة وليلة تحكي هذه القصة عن الشاب الفقير علاء الدين الذي يبدأ سلسلة من مغامرات بعد أن خدع الساحرة شرير جعفر وعثور علاء الدين على مصبح سحري يحمل بداخله الجنية الذي يساعده على كسب حب الأميرة كما تدور أحداث تلك القصة في بغداد وفقا لمعظم الإصدارات الخاصة بكتاب ألف ليلة وليلة الباهموت كان مخلوقا أسطوريا ظهر في أساطير العرب في الجاهلية قبل الإسلام وعرف بأنه سمكة عملاقة متوحشة تسكن أعماق المحيطات اعتقد العرب قديما أن تلك السمكة كانت تحمل الأرض على ظهرها وأن رأسها يشبه رأس الفيل أو وحيد القرن النسناس كان وحشا مروعا ظهر في الأساطير العربية قبل الإسلام فكان يعتقد أن النسناس هما ذرية نتجة عن تزوج الشيطان مع الإنسان ولديها القدرة على قتل البشر وجعلهم بلا جسد بمجرد لمسهم جاء وصف النسناس في القصص كان مخيفا إذا كان لديهم نصف رأس ونصف جسد وكانوا يقوم بقفزة وعملاقة بواسطة قدم واحدة لتنقض على البشر المطمئنين وتقتلهم قصة أخرى من الأساطير العربية بعد الإسلام حكاية أخرى شهيرة من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية تحكي تلك الأسطورة عن الحطاب الفقير علي بابا الذي قام بمغامرة برية عند اكتشاف علي اللصوص الذي يفتح بكلمات سرية افتح يا سمسم حيث اكتشف علي بابا في نهاية المطاف الكنوز الهائلة التي خبأها اللصوص في الكهف السحري المخلوق الأسطوري شادها فار شادها فار كان من المخلوقات العربية الأسطورية التي أطلت من قصص العصور الوسطى حيث كان يعتقد أن شادها فار مخلوق شبيه بحيوان وحيد القرن ولديه قرن واحدا عملاقا و42 فرعا مجوفا ينتشر في هذا القرن قال القزويني عن المخلوق أنه يعيش في بلاد الريم عندما تمر الرياح عبر قرنه السحري والفروع الخارجية منه ينتج صوتا لطيفا يجعل الحيوانات تتجمع حوله وتستمع للموسيقى العذبة أسطورة البحار سندباد أسطورة أخرى مشهورة في كل ربوع العالم إنها أسطورة السندباد البحار المشهور والمكتشف والشجاع ويعتقد أن أصل هذه الأسطورة يعود إلى أرض العراق القديمة تتمحور معظم مغامرات السندباد في البحار حول لقاءه بالعديد من المخلوقات السحرية والكائنات الأسطورية والأراضي والجزر الغريبة أسطورة طائرة الرخ يعتبر الرخ من أشهر الأساطير الشعبية عند العرب قديما فكان طيرا عملاقا ارتبط اسمه بقصص السندباد البحرية وكتب عنه البحار والصيادون والمستكشفون الذين أقسموا إنهم شاهدوا هذا المخلوق الخرافي أثناء مغامراتهم وغالبا ما تشابه وصف طائر الرخ بوصف مخلوقات أسطورية أخرى مثل طائر الفينيق أو طائر الرعد أسطورة مدينة إطلانتس الرمال الضائع تحكي أسطورة عربية قديمة عن مدينة قديمة تقع في أراضي الجزيرة العربية والتي تم تدميرها ودفنها تحت الرمال بسبب غضب الله على سكان تلك المدينة فإرسل عليهم الكوارث الطبيعية التي دمرتها تماما أمن العديد من المستكشفين قديما وحديثا بوجود تلك المدينة حقا وقام العديد منهم بالبحث عن تلك الأراضي الضائعة حيث يعتقد البعض أنها تقع في مكان ما في الصحاري الجنوبية للمملكة العربية السعودية من الأساطير العربية كانت زرقاء اليمامة امرأة من نجد من أهل اليمامة تتمتع بقوة بصرية قوية كالسحر بشكل لا يصدق فتقول الأسطورة أن تلك المرأة كانت تمتلك عيون زرقاء رائعة وحادة البصر ساعدتها على التنفأ بالمستقبل والأحداث والنظر عبر مسافات بعيدة حيث ترى القوافل أو الأشخاص على مسافة ثلاثة أيام ويحكى أنه في إحدى الحروب استطر العدو بفروع الأشجار من أجل أن يغيروا على أهل اليمامة فرأت الزرقاء اليمامة ذلك وأنذرت قومها ولكنهم لم يصدقوها وعندما وصل الأعداء إلى ديارهم وقتلوا الجميع وهدموا بنيانهم وقتلوا زرقاء اليمامة وصلبوها بعد أن اقتلعوا عينيها أسطورة وحش القطرب القطرب هي خرافة شعبية ظهرت في الفيكلور العربي يقال أنه وحش شبيه بالذئب وهو نوع من الشياطين أو صنف من الجن وغالبا ما يشبه القطرب مخلوق الغول الأسطوري ويعتقد أنه يسكن المقابر ويلتهم جثث الموت ترجمة نانسي قنقر